بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحراء أرض قاحلة مع القليل من الأمطار وبيئات معيشية معادية للنباتات والحيوانات ولكن لسبب ما فإن الصحاري أيضا هي المكان التي تحدث فيه كل الأشياء الغريبة وغير العادية إليك أغرب الاكتشافات التي حيرت الباحثين عن كابوت صخري إذا تم اكتشاف أي شيء غريب ورائع فسيكون بالتأكيد في مصر هذا هو المكان الذي تم فيه العثور على لوحة صخرية غير عادية تحتوي على فن صخري عن كابوتي تم العثور على اللوحة الصخرية التي تم تكسيرها إلى قطعتين في وادي واحة البضائع في الصحراء الغربية بمصر على بعد حوالي 108 أميال من محافظة الأقصر وفقا لعلمة الآثار سليمة إكرام كانت اللوحة المواجهة للشرق غير عادية بشكل لا يصدق يبدو أنه نوع من فن العنكبوت لكنهم يخمنون فقط في هذه اللوحة بناء على شكل العناكب الحديثة حتى الآن تمكن الخبراء من تأريخ الفن الصخري إلى 40 قبل الميلاد أو حتى قبل ذلك أي قبل توحيد مصر على أقل تقدير يبدو أنه يحتوي على عدد قليل من العناكب المرسومة باليد ونجما وهناك أيضا رسومات أكثر دقة مع ما يشبه الحشرات التي تحاصرها العناكب كما عثر علماء الآثار على قطعة أخرى من الصخر بقطوعة تظهر مخلوقا مرسوما بأسلوب مختلف لا توجد أمثلة أخرى معروفة لهذا النوع من الأعمال الفنية في مصر أو في بقية العالم أجمع ويمكن أن نضيف أنه حتى يومنا هذا لم يقترب علماء الآثار من معرفة السبب وراء ما تم رسمه وقبل أن نستمر أذكركم بالاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات فلدينا الكثير من الموضوعات الشيقة والمفيدة الأحسنة ذات القرن ليست حقيقية أليس كذلك؟ هذا ما اعتقدناه وهذا هو السبب في أن اكتشاف الصحراء سيمنحك الذهول لكنكم ستندهشون إذا علمتم أن رجل عثر في ليبيا على هيكل عظمي يجبه وحيد القرن وعلى ما يبدو أنه كان يستكشف منطقة صحراوية في ليبيا عندما عثر عليه حتى أنه يحتوي على قرن وحيد ومحدد جيدا كان لدى الرجل الكثير من التساؤلات لكن ماذا يمكن أن يكون أيضا؟ هل تعتقد أنه وجد حقا وحيد القرن؟ أم الحصان ذات القرن الواحد؟ إن لم يكن كذلك فماذا يمكن أن يكون الهيكل العظمي؟ أخبرنا برأيك في التعليقات تل جو بيكلي هو موقع أثري في تركيا من العصر الحجري الحديث يعود تاريخه بين 9500 و8000 قبل الميلاد يتكون من أعمدة حجرية ضخمة تدعم هياكل دائرية كبيرة على قمة جبل صخري يعتقد أن الأعمدة هي أقدم معلم معروف في العالم وقد تم تزينها بشكل متقن تحتوي المنطقة على مجموعة من المباني الصغيرة المستطيلة وقطع الحجر والصهاريج والمحاجر يعتقد أن المنطقة كانت تستخدم في بداية العصر الحجري الحديث والذي يعتقد أنه بداية بعض أقدم المستوطنات البشرية في العالم ولكن لنكون منصفين لا يزال الخبراء يجادلون حول سبب وجودها حتى يومنا هذا قال الحفار الأصلي للموقع عالم الآثر الألماني كلودش ميدت إنه كان أول معبد في العالم وملاذ للصيادين الذين كانوا يجوبون الأرض ويعيشون حياة بدوية ومع ذلك قال علماء آثار آخرون إنهم لا يستطيعون التأكد من عدم وجود سكان مقيمين في المنطقة ولكن على الرغم من أننا لا نعرف الكثير عن جو بيكلي التبه خاصة وأننا حفرنا أقل من 5% منه فإننا ندرك أهميته تم جعله أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في عام 2018 ويوصف بأنه أحد المظاهر الأولى للهندسة المعمارية الضخمة التي من صنع الإنسان مقابر بناتو الأهرام منذ أن وصف المؤرخ اليوناني القديم هيرو دوت بناتو الأهرام بأنهم نخسون أي عمال مأجورين وجدنا مقابر يعود تاريخها إلى حوالي 4000 عام تنتمي إلى أولئك الذين كانوا يعملون في بناء الأهرامات كان عمق المقابر حوالي مترين ونصف ويحتوي على حوالي عصرة هيكل عظمية لعمال الأهرام لقد تم حفظهم جميعا جيدا في الصحاري ووفقا لعالم الآثار المصري زاهي حواس هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن العمال لم يكونوا مستعبدين بدلا من ذلك كانوا بناتا من عائلات فقيرة من الشمال والجنوب كما يبدو أنهم كانوا محترمين لأن الذين ماتوا أثناء بناء الأهرام كان لهم شرف الدفن بالقرب من الأهرامات وإذا كانوا مستعبدين لما دفنوا هناك سجل اليوميات نعلم جميعا أن الأهرامات في مصر يبلغ عمرها حوالي 4500 عام ويعتقد أن الفرعون خوف قد بناها بين 2550 قبل الميلاد لكن لماذا يعتقد الخبراء هذا؟ لقد وجدنا عددا من القطع الأثرية والأدلة المثيرة على مر السنين للوصول إلى هذا الاستنتاج بما في ذلك سجل اليوميات كان عبارة عن سجل من ورق البردك بأمر من الملك خوف منذ أكثر من 4500 عام تم العثور عليها مدفونة أمام الكهوف التي كانت تستخدم في السابق لتخزين القوارب على ساحل البحر الأحمر من قبل بعثة فرنسية في عام 2013 يعتقد أن كتاب سجل اليوميات هذا هو أقدم ورق مرضي معروف بالنصوص وقد قتب بالهيروغليفية خلال العام السابع والعشرين من عهد الفرعون خوف في الأسرة الرابعة حيث سجل فيه كل الأنشطة اليومية التي قام بها الفرعون وحاشيته بما في ذلك نقل قتل الحجر الجيري الأبيض بالقارب إلى موقع بناء الأهرامات ووفقا لعالم الآثار المصرية زاهي حواس فإن سجل اليوميات هو أكبر اكتشاف في مصر خلال قرن الحادي والعشرين وعلى الرغم من أن الكثير من ورق البرد لم يكن سليما إلا أن أجزاء كبيرة منه كانت واضحة ويمقن قراءتها يوضح سجل اليوميات كيف اعتادوا على القيام برحلتين أو ثلاث رحلات زهابا وإيابا كل عشرة أيام وشحن ثلاثون قطعة تزن كل منها طنين أو ثلاثة أطمان كما توضح السجلات أيضا كيف كان لديهم أربعون قاربا يعملون تحت قيادة الفرعون حتى أننا توصلنا إلى معرفة أن الهرم الأكبر كان يسمى في الواقع بهرم كيتو وهو ما يعني أفق خوفه ورش التحنيط كان المصريون لديهم ورش تحنيط أعتقد أنه يمكنك تشبيهها بالمراسم الجنائزية اليوم لكن من الواضح أنها أقدم بكثير وأقل تقدما عثر علماء الآثار على ورشة التحنيط جنوب القاهرة بالقرب من الأهرامات في سقارة واعتقد أن تاريخها يعود إلى حوالي 2500 عام يعود تاريخه إلى الفترة الفارسية من 664 إلى 404 قبل الميلاد وقد تم التنقيب عنه آخر مرة في عام 1900 داخل ورشة التحنيط عثر العلماء الآثار على قسطرة للتحنيط بها أواني فخارية وأكواب وأوعية قياس كانت هناك أيضا أوعية وعلب كرتونية للأمهات وحتى قناع فضي مذهب على وجه ممياء داخل تابوت خشبي تالف يعتقد أنه ينتمي إلى كاهن وكان اكتشافا مثيرا حيث لم يتم العثور إلا على عدد قليل جدا من الأقناعة المعدنية الثامنة المحفوظة بسبب النهب في العصور القديمة وإلى جانب ذلك اكتشف علماء الآثار حفرة عميقة تبلغ 98 قدما مع غرف دفن وتوابيت خشبية وتوابيت تحتوي على ممياوات